اهلا وسهلا يا طيبين معكم المهندس سالم البرواني. اه شرع العام خلفنا خلفنا. شرع العام خلفنا. يعني ما ما بيواجد. اه نحن متواجدون الان في منطقة ام الزمائم. اه او رمول ام الزمائم. هذه منطقة معروفة جدا. اه هذه منطقة تقريبا اه تقع تقريبا ستمية كيلو متر. بس تأكدت فعلا صح. ستمية كيلو متر قبل الوصول الى اه صلالة. وانت جاي من مسقط او من اه نزوة مثلا ادم. ستمية كيلو متر قبل الوصول الى صلالة. في منطقة هذه لام الزمائم. ما في شارع. ما في شارع الا بس انا ما شفت شارع. منطقة صحراء. اه من غيب بس الشيء الملفت للنظر هنا. اه اه وطبعا يا شباب وانتو جايين لاذي اماكن. خلي بالكم جدا جدا عن عن تغرسو. عن تغرسو. لان منطقة شوية بعيدة عن الشارع. فعندك فورويل خلي الحرارة جاهزة لما تحتاج لها. مرة. تحس شوية يعني سيارة اه تروح شوية شوية ما تقدر تمشي. زيد. بسرعة جدا. عشان ويش ما تغرس. شوف يا شباب. وفي طريقة ثانية. هاي الطريقة قديمة معروفة. لما تيجي في اماكن غريبة مع معروفة. شوف الاثار السيارات. شوف اثار السيارات. مادم اثار السيارات موجودة وواضحة. خاليك مع اثار السيارات. وشوف ايش حصل لها. هل صاحب السيارة كمل ولا ما قدر يكمل. وانت كمل. وعمت انا اطربها حلوة. بس ما سيارات صغيرة المفروض ما توصل هنا. سيارات صغيرة مفروض ما توصل هنا. الا الفورويل فقط. شوف يا شباب مثل ما انتم شايفين. التلال الرملية هي هذه. ما اللي ام بالزمائن. هنا عاد لعب استمتاع قلوس شاهي قهوة تصلوا يعني كل الممكن انتم تفكروا فيه. يعني منطقة جميلة جدا. منطقة جميلة جدا ومعروفة هذه. كل الناس اللي يروحوا صلالة يعني بسبب يعني هم ترى ناس مستعجلة وما تريد وش اه تضيع وقتها وكذا فما يجوا ما يجوا هم هم عادة متعودين على هذه الحاجات الحلوة. عنا نحن مناطق في سلطنة عمانة مناطق كثيرة في هذه الوش. اه شرقية مثلا البيلية. عندهم عندهم تلال اه ما شاء الله. ولكن نحن نتكلم اذا واحد باغي الواحد باغي بنفسه يستمتع اكثر. ايجي هنا. روحوا فوق هنا ثم اترجعوا وكذا مثل ما تشاهد. ما في حد. ما في حد ابدن. مكان حلو وجميل. شوف هناك هناك الشارع. في السيارات هناك يتمشي. سيارات وشاحنات. سيارات وشاحنات. شكرا